احتجزت تايوان ثلاثة ضباط بالإضافة لضابط متقاعد في سلاح الجو وذلك إلى الاشتباه في تجسسهم لصالح الصين وبحسب وسائل أعلام محلية فإن الضابط السابق ترك الجيش عام 2013 وبدأ بممارسة أعمال تجارية في الصين حيث تم تجنيد لبناء حلقة تجسس حيث يؤثر هذا التجسس لصالح الصين على أعلى مستويات الجيش التايواني في ظل تزديل حالات مختلفة خلال السنوات الماضية يخطط مسؤولون من الولايات المتحدة وتايوان لإجراء محادثات تجارية في تايبي خلال الفترة من الرابع عشر وحتى السابع عشر من يناير الحالي وبحسب وكالة بلومبيرك تهدف هذه المحادثات إلى تسليط الضو على توسيع العلاقات بين الجانبين في مواجهة التوتل المتزايد مع الصين وسيراس الوفد الأمريكي مساعد الممثل التجاري على نظم ممثلين لعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية بعد الصين في حجم التبادل التجاري مع تايوان ولتعزيز علاقاتهما الاقتصادية أعلنت واشنطن وتايبي عن المبادرة الأمريكية التايوانية فما هي هذه المبادرة نتابع؟ شهر يونيو العام الجاري أعلنت الولايات المتحدة وتايوان عن المبادرة الأمريكية التايوانية المبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين بوضع خارطة طريق لمفاوضات يتوصل بمجيبها الطرفان إلى اتفاقيات عديدة خاصة في ضوء حجم تبادل التجاري تجاوز 100 مليار دولار ملامح المبادرة برزت في تحديد مجالات التعاون التي تشمل تسهيل التجارة والزراعة ومكفحة الفساد ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي مقابل معارضة صينية للبرنامج الأمريكي التايواني واشنطن وتايبي أعلنتا أن المبادرة تحدد معالم التجارة للقرن الـ 21 وجاءت بعد أن استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن تايوان من خطة اقتصادية تركز على أسيا من أجل مواجهة نفوذ بكين في المنطقة